السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته مرحبا بكم أخوات الإيمان والإسلام في لقاء جديد من برنامجكم حديث عن حديث مع فضيلة الشيخ خالد الجندي وفضيلة الشيخ رمضان عبد المعز السلام عليكم يا شيخ رمضان عليكم السلام يا سيدي ورحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله أوقاتك ومستمعين الكرام بكل الخير على فكرة أنا من الأمين يا رب بس أنا عاوز أقول لك أنه من المزايا الطيبة اللي حبيبتني في شخصيكم الكريم وبقولها يا حضرات على الهواء يعني على مسامعكم هو تواضع الشيخ رمضان الطيب يعني بفكرني بسيدنا النبي عليه السلام وبقول إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامات أحاسنكم أخلاق الموطؤون أكنافة الذين يألفون ويألفون اللهم انفعني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون وجعلني خيرا مما يظنون وأنا عايز أقول لك يا شيخ خالد أن كل يرى الأشياء بعين طبيعا عشان أنت رجل جميل كن جميلا ترى الوجودة جميلة أنا بقى عاوز كلنا نبقى في هذه الطاعة اللطيفة التي غفل عنها الكثيرون عشان كده اخترنا حديث مهم جدا والطاعة اللي أنا عاوز أرشد الناس ليها هي التواضع يا سلام التواضع الله ما جعلنا من التواضعين المزلة لله سبحانه وتعالى الخضوع للمؤمنين لين الجانب لين الله لين النفس واخفض جناحك لمن اتبعك فبما رحمة من الله اللي انت لهم نعم أو بالمؤمنين رؤوف الرحيم نعم من أجل كل ما سبق تعالى نقول الحديث يالله تفضل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر إذاره من الخيلاء خسف به بينما رجل يجر إذاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة متفق عليه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري وفي إحدى روايات مسلم أن رجلاً ممن كان قبلكم يتبختر في حلة إلى آخر الحديث يعني روايات الحديث المختلفة بتؤدي في النهاية إن واحد كان ماشي بكل آلاطة بكل غرور بكل عنجهية بكل نوع من أنواع الخيالاء وبعدين في الحديث مرجل جمته مرجل يعني مسرح والجم الشعر اللي نازل كده على كتافه يعني كأنه بيقول يا أرض تهدي ما عليك يأدي يعني فعلاً بتبقى مواقف بتحصل معنا كلنا صحيح إحنا الواحد بيبقى خلاص واثق من نفسه تمامه وتلاقى هب كده ايه مسمر موجود في الترابزين السلم راح كارير جايب له الجلبية ولا جايب له الأميس آه كان معي واحد صاحب في مرة وجاي بلوفر رهيب جديد جديد نوفي وعمال يقول لي إيه بص أحلى بلوفر ممكن عينك تشوفه أجمل بلوفر ممكن عينك تقع عليه أغلى نوع بلوفرات نزل السوق معرفش إيه انت تعرف أنا شريف كم انت تعرف لده في يد إيه انت تعرف ده معمول قعد أنا بسمع منه وساكت ولا أعلق وبعدين وإحنا ماشيين كده عربية كاريرو وماشي أصدنا فوقفنا نعد العربية كاريرو العربية كان طالع منها مصمار ويا ريتك مويف واخدأ خدأت البلوفر بقى شورت نص الفؤاني غير نص سبحان الله يا جدع والله لو وعد بيشوف حاجات ده ماشر يبقى لا تغتر ايه وعد تغتر فاكر الحديثين اللي كنا قلناها قبل كده الراجل اللي كسر غصن شوك ان كان بيئزي الناس لما أزالوا ربنا دخلوا الجنة صحيح لو عكسناه فهمناه وما الحكم اللي بقى اللي يحط غصن شوك يئزي الناس هو ده الكلام ايه غصن شوك اللي احنا بنحطه الكبر احنا بنحط في حياتنا أغصن شوك لان معنى الكبر بتقول لربنا وبتعلل لربنا بتقوله انا مش محتاج لك حشا لله بتقول خلاص انا لابس بلوفري فلوسي في جيبي ساعة في ايدي مشاريعي مخططة اموري متزبطة وتجد كل العناصر للنجاح موجودة واحد يقول لك ايه انا حامل عمل تجاري حفتح محل وايه جاب البضاعة وعمل افتتاح كبير وجاب الفرقة اللي بيغنوا عديه جيدون وجاب البلالين ولمي الناس وعمل الزيطة واخدلك تقوم مثلا ايه الجو يمطر لا لا يبقى يعمل حاجة في الشارع كده ولا حاجة والجو يمطر والليلة تبوز كلها اه لانه هو هو لم يعتمد على الله عز وجل صحيح صحيح ولذلك يا جماعة خدوا بالكم الحاجة انه اخطر حاجة اخطر حاجة انك تحاول ان انك تعصي طب اللي اخطر بين المعصية انك تحاول انك تعنده اه يعني واحد يعصي ربنا احنا فاهمين ده ربنا يهدي كل عاصي انما بقى واحد بيعصي ربنا بقولك اه محدش يملعيني ولا ربنا يقدر علي ولا ربنا يقدر يعمل لي حاجة انا ماليش كبير انا ماليش كبير اشوف الكلمة الخطيرة دي ولذلك لما ربنا بعت موسى الفرعون في سورة النازعات قال له اذهب الى فرعون انه ايه طبعا ما قالش انه كفر مهو فرعون طول عمره كافر انما ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا مهو قرون طول عمره مغرور انما لاحظ عند نقطة معينة اول ما جات حصلت المصيبة يقولك فخرج على قومه في زينته شوف 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 ولذلك فيه علامتين بقولهم للناس في القرآن الكريم امتى بييجي الفرج الالهي وامتى بيجي الهلاك الالهي امتى ربنا بيدمر وامتى ربنا بيكرم حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصر ايوه امتى يأتي الفرج عندما تبذل ما عليك وتعتمد على ربك ويعجز عنك الناس ويعجز اعرف ان دي علامة فرج صحيح اول ما تعمل اللي عليك اشتدي ازمة تنفرج قد اذن ليلك بالبلج فظلام الليل له سرج حتى يغشاه ابو السرج ونزولهم وتلوعهم فالى عرج وإلى مرج حكم نسجت بيد حكمت ثم انتسجت بالمنتسج ومعاص الله سماجاتها تزدان لذي الخلق السامج تمام الله يا غا سيادنا قالوا عجات غريبة جدا صحيح فطبعا لازم تاخد بالك من حيث تدير ان في المنتهى الاهمية امتى بييجي الفرج الالهي ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت ايوه وكنت اظنها لا تفرج جميل طب امتى بييجي الهلكة وامتى بييجي الخراب ربنا بيروح منزل العقوبة والخراب اول ما ابتصق في نفسك زيادة عن اللزوم اول ما ابتختار اخبر هو وجنوده في الارض بغير الحق فاخذناه وجنوده حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأننا بتغنى بالامس يبقى النموذج اللي كان في الحديث ده انه رجل جرى ثوبه من خيالاء اه يعني استخدم الزينة للكبر والعجب والخيالاء عشان كده بس ايه لازم اشرح حتى بعد اذن حضرتك عشان في غاية الاهمية فطر وهي انه ايه انه انه الاستغناء عن الله هو اعلان تحدي لله لانه هو ربنا خلقك عشان تكون عبد فانت لو استغنيت عن الله انت بتعلن اعتداءك على ذات الله وما حدش يعرف اصلا ان يستغنى عن الله هو بيدعي ذلك اه بالضبط هو المشكلة في ان الانسان يدعي ذلك ان هو مستغني عن الله ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابي العزيز يا ايها الانسان وما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي سورة المشاء ركبك بيقول في سورة عبس قتل الانسان وما اكفره بأمرت ايه بأمرت ايه بتستغنى عن الله من اي شيء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يصر ثم اماته فاقبر ثم اذا شاء انشر كلا لما يقضي ما امره بلاش بص الأكلك فلينظر الانسان الى طعامه ان صببنا الماء صبا ثم شقنا ارض شقا فانمتنا فيها حبا وعنبا وخطبا وزيتنا ونخلا وحضائق غلبا وفكهة وأبا ما تعنى لكم ولانعامكم الله تبارك وتعالى يبغض المتكبر الله يبغض المتكبر نعم يقول أبغض المتكبر وبغضي للفقير المتكبر أشد الله 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 لا لقوا في أصناف تانية بس حقولهم لك بعد ذلك الفاصل ان شاء الله ابقوا معنا ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين والمستمعات وبرنامجكم حديث عن حديث وكنا بنتكلم عن هذا الرجل اللي واضح تماما انه تجاوز حده ونسي نفسه وفي الحديث كده بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسيف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة الخيلاء يا حضرات يعني الكبر والتعاظم اتخسف به الأرض هو ماشي يتكبر بقى ويا أرض تهدي ما عليك يقدي أمت الأرض نفسها تخسفت به ولذلك بقى هي بقى علامة الهلكة أو المصيبة إن العبد يسق في نفسه وما يقولش ما يرجعش الأمر لله سبحانه وتعالى لازل قول بفضل الله وبرحمته و إيش يا كد يا شيخ خالد ذلك من فضل الله لأنت كمان لما تيجي تلبس قدام المراية عشان خد بالك أصلي ممكن من أدم يحسد نفسه يا شيخ رمضان ربنا بيقول ودخل جنته وهو ظالم لنفسه آه شوف وبعدين بيقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لك قوة إلا بله جنت حد تاني جنتك آه بالضبط لازم تبرك لنفسك فهو أنت بتلبس برك يا لأ اللهم بارك لنا اللهم بارك لنا بالضبط آه الحمد لله الذي رزقني هذا الحمد لله الذي كساني هذا علم ولادك كده وعشان تحفظ ولادك كمان مجرى لهمش حاجة الله يحفظ لكم ولادكم ولادنا كلنا آه الولدي وهو بيأكل يسمي الله وهو بيشرب يسمي الله وإنت خارج من بيتك يسمي الله ربنا منعليك بقى سيارة جديدة ما تقولش دي ما فيش منها لنسختين آه دي منزلش مصر منها لتلات أربعة نسخ آه دي فول أبشل يا عمي سهمي الله آه قل ما شاء الله وبعدين إيه كمان بقى عاوز تأمن أنت خلاص كده سميت الله حصنت نفسك من العذاب تبعوز تأمن على العربية يلا وإطلع صدقة ويقولك إيه مصانع الإحسان تقطي مصارع السوق يقولك والصدقة تطفق الخطيئتها كما يطفق الماء والنار وخايف على أولادك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرياتا ضعافا أولم عند كل نعمة آه خافوا عليهم فليتقوا له وليكل قول السديد وما تنساش الشيخ في الوليمة آه مثلا آه أولم وحسنة أليلة تبنى أولم أولم يعني نعمة الوليمة يعني أكر الناس فعلا فعلا الإسلام ده بيديك حلول وبدائل عظيمة جدا بتعقد بينك وبين الله صلحا جميلا ولطيفا ترضيه سبحانه اللي يرضي ربنا الشكر اللي يرضي ربنا التواضع اللي يرضي ربنا الصدقة اللي يرضي ربنا مصاعدة الناس اللي يرضي ربنا الاعتماد على المسبب مع الأخذ بالأسباب اللي يرضي ربنا عدم الاغترار بالوسائل والممتلكات والأسباب صاحب جيش الحجاج وزير دخليته نعم فكان ماشي في الطريق فقابل رجل بسيط كده فالرجل صاحب جيش الحجاج بقول الرجل البسيط ده أما تعرفني؟ أنت مش عرفني ولا إيه؟ قال له أعرفك تمام المعرفة أنا عرفك أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وما بين هذا وذاك تحمل العذرة الله أنا عرفك يا أيها الإنسان أنت مين؟ أنت أولك نقطة مية نطفة نطفة وآخرك إيه يا أيها الإنسان؟ جيفة خلاص رميم مش كده جيفة طبعا وما بين هذا وذاك شوف الأمعاء الدقيقة فيها إيه والأعماء الغليظة فيها إيه يا سلام يا سلام يا سلام فتواضع الله يفتح عليك الله يفتح عليك يعني فعلا الواحد عشان كده تلقوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا ده قد بكم الصدور فعليكم بالقبور يعني زيارة الخبر بتعمل إيه في النفس؟ بالمفروض بأنها بتعرفك حقيقة نفسك آه بتهدى بقى بتقول محا لو زعلان هتهدى لو مخاصم واحد هتصلحه لو متكبر هتعرف إيمة نفسك يا جماعة تواضع زي بيقول إمام الشفعي تواضع تكن كالنجم لاحل لناظر على صفحة الماء وهو رفيع ولا تكوك الدخان يربو بنفسه فوق الأنام وهو وضيع يعني خلي إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامات أحسنكم أخلاقا والنبي عليه السلام يقول إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد علشان كده أنا عاوز أحذركم إن فيه الزنوب الزنوب بتنقسم إلى قسمين زنوب قاصرة وزنوب وزنوب استفزازية حلو التصنيف ده شيخ رمضان صح؟ ما تنكرتش آه والله أنا عاوز أقول لكم كده من خلال قراءتي ده يمكن ده ملحص خاص بي أنا يعني سامحوني عليه لو أخطأ لكن هو فعلا كده إنت لو بصيت فيه زنب زنب قاصر إنما فيه زنب استفزازي يعني إزاء الناس زنب استفزازي الوقوع في أعراض الناس زنب استفزازي حتى ده بيحصل معنا إحنا كبشر ممكن واحد يغلط ويجي فيعتذلك فاتخلاص الموضوع انتهى وممكن يجي بقى عمال يتفلسف يتفلسف فتقول له بص عذر أقبح من زنب يا ريتك جيت من الأول قلتلي أنا أسف وخلاص ما بتعترفش إنك غلطان لي صح ولا لأ صحيح ولله المثل الأعلى فيه واحد سيدنا آدم إيه مشكلة المشكلة ما بين سيدنا آدم معصية سيدنا آدم وبين معصية إبليس مش في النهاية يا مولانا حنقول إن دي معصية ودي معصية وعصى آدم وربهه صح؟ طبعا إبليس عصى ربنا إيه الفرق ما بين لتنين ده سيدنا آدم قبل الأمر وعجز عن التنفيذ يبقى قبل الأمر من ربنا يبقى ما ردش على ربنا الإبليس بقى رد الأمر على الآمر أيوة رح قال له قال له اسجد قال له ماشي حازق يكون عندك اتنين تلاميس في الفصل وتقول له مكتبوا الواجب ده إيه عشر مرات مثلا فولد منهم كتب خمسة ولخبط في خمسة الولد الثاني قال لك ماشي حكتابه وأعلم يفخيلك ركبه أقول لك على حاجة حتى الولد اللي كتب خمس مرات حتى لو ملخبط فيهم هتسامل أقول له يا ابني يكفيك شرف المحاول شفت أنا يعني أنا حسس بيك أنت تعبت أنا هكفأك على تعبك إنما إيه رأيك بقى في التاني الصنف في التاني يقول لك إيه مش هكتابه وأعلم يفخيلك الله ده الأولاني ده اللي ياخد فرصة التاني ما ياخدش أو ده إبليس إبليس ما ياخدش فرصة ليه لأنه قال لربنا مش هعمل لم أكل لي أسجد ده حتى في مستقبلا مش هعمل ده والمتكبر يا حضرات عفانا الله وإياكم من الكبر المتكبر هو بعيد عن طريق الهداية وبعيد عن عن المنح الربانية ولذلك ربنا يقول في القرآن سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق نعم نعم شوف نعم اللي أنا عاوز أقوله اللي حضرتك يعني لازم ناخد بنا منه إنه في فعلا فيه زنوب استفزازية الزنوب الاستفزازية دي تبعيدوا عنها يا جماعة يعني ابعيدوا عن الزنوب كلها لكن بلاش الزنوب الاستفزازية بالذات وقلت لك إن فيه أمثلة كتيرا في حياتنا يعني واحد بيتحرش بالنساء في المواصلات مثلا ده زنب قميء وريزل وحاجة تقريف يعني صح صح حتى في الجرائم كده في القانون يقول لك دي جريمة تمس الشرف تمام طبعا حرجع تاني للمثل ده بتاع الرجل المتحرج ده أنا عاوز أقول واحد بيتحرش في النساء في المواصلات العامة ده حاجة تقريف وحاجة مقززة مش كده ولا إيه صحية طب أمان لو كان بيعمل كده في التواف حول الكعبة أعوذ بالله شوف الفعل واحد لكن شوفت بالصلاح أعوذ بالله التاني ده استفزازي ولا لأ بقى هو بقى ده اللي أنا أصده إن فيه واحد فاجر كافر فاجر يقول لك وجون يوم أذن مصفرة ضحقة مستمشرة وجون يوم أذن عنها غابرة ترهقوا أقاطر أوليكم الكفرات والإيه الفجرة يبقى فيه كفرة فجرة وكافر محترم كافر عادي كافر عادي تعرف واحدة مرة شفت واحد بيطوف كده في يده بيتعرس زي ما أنت بتقول حد يتحرش هنا في المكان ده شوف فعرف قالت له قالت له يا مسكين الناس برة الناس بتغلط برة وتيجي تكفر زنوبها هنا تبا اللي بيغلط هنا هيكفر فيه لا حلقة إلا بالله ولذلك سبحان الله العظيم واحد بيقول يا شيخ خالد كنت أطوف حول الكعبة فوجدت رجلا يطوف حول الكعبة والناس يضربون الناس من حوله شوف بيتكبر فين عند الكعبة واسع كده للباشة بيطوف والناس يضربون الناس من حوله تعجبت لذلك قلت يا ربي ده هو ده المكان ده اللي نسك الجباب ريجوا يتوضعوا هنا تقول في مرة الأيام وإذا بيأسير في شوارع بغداد فنظرت أعزكم الله في مقلب زبالة فوجدت سمع صوت من مقلب زبالة فرحت فوجدت الراجل ده في مقلب الزبالة وبيسأل الناس الصادقة بقول له إيه اللي انت عملته ده إنت مش إنت اللي كنت بالطوف حولين الكعبة والناس يضربون الناس من حولك قال له إيه اللي حصل قال تكبرت حين يتواضع الناس فوضعاني الله حين يتكبر الناس لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا خبر عبد الملك بن مروان وبيموت اللي حكم زيادة عن عشرين سنة صحيح الأمة بحالها كان أمير مؤمنين ساعتها في الدولة المعوية فكان يقول إيه وبيموت يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه فاصل ونواصل ابقوا معنا وارجعنا لكم مرة تانية أعزاء المستمعين والمستمعات وأبرنا ماجيكم حديث عن حديث وكنا بنتكلم عن شرح الحديث الجميل جدا اللي بيحذرنا فيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من الغرور ومن الكبر وبيقول لك اوعى تغتر في نفسك بينما رجل يجره إذا ره يعني هدومه من الخيالاء يعني من الغرور خسفة به يعني ضمره نزله في سبع أرض الأرض بلعته آه فهو يتجلجل شوف كلمة يتجلجل يعني واحد بيغوص بلرب 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 في الأرض كان في الأرض إلى يوم القيامة لأ تاني بيعمل إيه حضرتك بلرب بلرب مش بيتجلجل طب بالله عليك عملتلك السطن لا لأ مو ده بقى لتأثير بصوا يا حضرات اللي الشيخ خالد عمله ده في اللغة العربية حاجة اسمها أصوات اهتزازية لما تلاقي كلمة مثلا عبارة عن حرفين اتكرروا مرتين زي زلزالة ضح رجاء لا مش ضح رجاء عس عسى أيوه صرصرن دم دماء شوف دم فدم دماء عليهم ربهم تحس انه في زلزال في اضطراب فالرجل ده الأرض يعني بتفرمه إلى يوم القيامة لأنه تكبر والعياذ بالله عشان كده سيدنا النبي عليه السلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه ايه مثقالوا ذرات من كبر اعوذ بالله مثقال ذر يا خبر بيض ما هو قال لك كده إلاك سماعه اوعى تفتكر نفسك حتيجي هنا باشا ما فيش به ولا به يطول الله السموات والأرض بيمينه فيقوله أين الأكاسرة أين الجبابرة أين القياصرة أين ملوك الأرض أين الجبارون أين الجبارون لمن الملك اليوم لله الواحد القهار كما يقول في سورة غفر واضع سيدنا عمر مرة جمع الناس في بيان أمير المؤمنين هيقوله عمر بن الخطاب فلما جمع الناس قال أيها الناس أتدرون من عمر تعرفين من عمر أنا هبين لكم من عمر عمر دا كان عمير عمر دا كان بيمشي حافي عمر دا كان مش لاي يأكل عمر وعد يحط من قدر نفسه فسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين يعني حرق بجمع الناس عشان تقولهم بالكلام دا قال حدثتني نفسي دا نفسي قالتلي خد بالك دا أنت أمير المؤمنين وأرت والله لازم أعلمها الدرس وأدبها قدام الناس والله يا سيدنا أنا هقولها لك إحنا يعني إحنا بنستلهم من هؤلاء الخير والبرك ربنا أقول أولئك الذين هذا الله فبهدهم وقتده عارف أنا أنا لما بلق نفسي مثلا بنجح في برنامج أو برنامج شهرني ولا ولا ودي حاجات ولا ربنا منعليك وخطبت خطبة فلاقيت أثرها في الناس أو عملت حلقة كل شوية بروح مفكر نفسي على الهوى عشان أحط من قدري نفسي وأروح قال إيه يا جماعة أنا كنت بشتغل شيال في المطار في المطار أهو الله أنا بقولها عن عمد أنا أشهد بذلك والله شيخ رمضان أنا بقولها عن عمد عشان أدب نفسي عشان أكسر نفسي عشان ألم نفسي عشان أحط من قدري ذاتي المتورمة اللي ممكن توديني في داهية اوعى تنصاق ورا نفسك اوعى تنصاق ورا دواع الغرور والعجب اللي يجيلك لازم نكون ما أنا قلت قبل كده هقول تاني عشان حضراتكم تفتكروا اللي قلناه في زنوب استفزازية لو ربنا بتلك بالزنب ما يبقى الزنبك استفزازي يعني بص هناك زنوب استفزازية وهناك زنوب غير استفزازية ربنا بيبغض ثلاثة يقول أبغض ثلاثة وبغضي لثلاثة أشد طعم مين بقى اللي ربنا قال أبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد صحيح أبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد أيوة ليه يعني ربنا منع ليه وعندك بتبخل ليه وأبغده العصاطة وأبغده الشيخ العاصي أشد وأبغده المتكبرين الشيخ العاصي اللي هو المسني يعني مش اللي زي وزيك حتى الناس بتستنكر ده صح ولا لأ صحيح لما تلاقي واحد وقالك ده رجل والقابر يا راجل رعي شيبتك وتلاقيه رغم انه كبير في السن كده لابس قمس في سكوز وحطت الكوليت دهب في رقابته وحزازة حزازت ايه انت بستنى الحظ بعد 80 سنة التالت يبغد المتكبر وبغده للفقير المتكبر أشد دي حاجات استفزازية هي بقى صحيح طب انت بأمرت ايه عارف نظام ما تقدرش طب يا ابني بأمرت ايه وأحب الكرماء وحب للفقير الكريم أشد وأحب التائبين وحب للشاب التائب أشد وأحب المتواضعين وحبي للغني المتواضعين أشد لما يكون عندك الأسباب الداعية إلى المعصية وتقاومها بتكون أكتر اقترابا من الله من اللي ما عندوش الأسباب يعني لو جيت واحد لو لقيت واحد فقير شحات مش لقى يا كلك يا أخي الحمد لله الواحد ما بشربش يكون إياك كون إياك يا يعني صحيح يعني ما تقابلش واحد مثلا ربنا أحبابنا وسيادنا ما تلاقيش واحد أعمى مثلا أقولك الحمد لله الواحد بيغد بصر فلازم إيه ربنا يدي كل واحد على قدر نياته وتعاطير لا بس أنا عاوز أقول الخلاصة اللي لازم نتعلم منها درس مفيد إنه الكبر من الزنوب الاستفزازية انتلاقي واحد الغريب أنا أقول لك مناظرت شفتها في حياتي ميسك واحد بيسرق المصاحف من الجامع عشان يبيعها طب أعمل في إيه ورب الكعبة وأقسم باللاشخ رمضان وناس بالتسح حرمية بيسرقوا المصحف من الجامع عشان يبيعوا يعني سرق المصحف كلام الله من المسجد بيت الله عشان يبيعوا لا حولها لا قتل المصيبة بقى إيه في اللي يشتري المصحف وعارف إنه مسروق أو ده اللي ينقطك أكتر يعني طب ده حرامي خلا طب تشوف إيه لا هي منظومة تجيب نقطة بصرحة أه والله لا تشوف في بعض الزنوب كده إيه الغريبة والبجحة جدا اللي مش ممكن أن أنت عارف تجيب لها مبرر مثلا أو خلافة واحد مثلا ياخد رشوة رشوة إنه اللي بيدي له الرشوة يدهاله إزاي طلعوا حج أو والله العظيم والله العظيم أنت بشوفت الحوادث أنت بشوفت الحوادث كان واحد مشهور مسكوف في قضية كبيرة جدا من ضمن الرشاوة هو وسبعتاشر واحد من أسرته طلعوهم حج وعمر تخال حضرتك طلعين حج لابيك اللهم لابيك إنه طب بلاش اسمع دي بقى ومسك نفسك جاهز؟ أنت السادة المستمعين جاهزين؟ اتفضل في ناس بياخدوا مقابر رشوة دقا دقا والله دقا أو والله يعني بيشتري فرن بياخد فرن يعني هو كده فعلا بيشتري فرن يعني يعني هيوحم عليه في نار جهنم القابر ده هتحول هيضمن إن الجسمان بتاعه يخش جوه إزاي أشوف أقول لي بقى أقول لي بقى يا أخي ده إحنا بنيجي عند الأخيرة أي حد بيجي عند الأخيرة ويفرمل طبعا طبعا يعني أنت مثلا واحد جاي لبنتك عريس مثلا واخد بالك حترش المأزون عشان يطلع أسيمة غلط مش حايا واحد تربي حترشيه علشان ما حاجة طبعا ما ينفعش هنا بقى أنت دخلت في إطار استفزازي من السلوك الديني لازم يكون عندك دين لازم يا رجال الديني يا ملح البلد مال الديني يحميه إذا الملح فاسد صحيح ده إحنا لازم الناس تكون قدوة أنت كبير في السن يبقى زنوبك استفزازية أنت حفظ القرآن يبقى زنوبك استفزازية أنت مسؤول في الدولة وفي أمانات الناس في إيديك يبقى زنوبك استفزازية أنت ضابط شرطة يبقى سلوكك استفزازي لازم تاخد بالك من نفسك ما يليقه بغيرك لا يليقه بك أنت رجل يعني هناك زنوب استفزازية ما ينفعش أي نوع من التجاوز فيه وتعلمنا كمان من هذا الحديث أنه أمراض القلوب أكثر بمراحل من أمراض الجوارح يعني شوف سبحان الله لا يدخل الجنة من كان في قلبهم يثقلوا ذرة من كبر ده بتتعرف إزاي دي يعني اوعى تقعد مع حد اوعى تقعد مع حد أي أن كان وترى أنك صحي بفضل عليه أو ترى أنك أفضل منه أو ترى أنك أحسن منه اوعى تستصغر الآخرين أنت ما تعرفش اللي قدامك ده شكله إيه عند ربنا أو قدره إيه عند ربنا سبحانه وتعالى صح أو لا يا السلام يا شيخ رمضان الله هنا وربصرتك علشان كده شوفوا الحديث ده الحديث ده وات في غيب لا نعلمه إنما من كرم الله إنه أنعم علينا بالرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيحكي لنا أمور غيبية إحنا ما إحنا شايفينها واحد كان ماشي ولابس كويس لا أنا عاوز أقولك بها حاجة وتخسفت بي الأرض أنا عاوز أقول إيه من اللطائف إيه إنه مفهوم الكبر بيختلف من مجتمع لآخر يعني كان الجلابية الطويلة صحيح علامة الخيالاء وزي كله يجرجل وثوبها وخيالاء طبعا دلوقتي الجلابية الطويلة مش علامة خيالاء تعلامة تارزي مغفل يعني فطبعا المفاهيم بتاعت الكبر بتختلف من زمن إلى الآخر ده ولدنا بيلبسوا منتاكور يعني دلوقتي بطول مقطع يعني دلوقتي مفهوم الكبر أقول لكم إيه الحديث معاكم ممتع والجلسة معاكم ممتعة طبنا جعلنا من المتوضعين آه والله اللهم أمين يا رب تقبل الله مننا ومنكم وغفر الله لنا ولكن باسمكم أذكر وفضيلة أشكر وفضيلة الشيخ رمضان عبد المعز وكان هذا لقاءكم والشكر موصولا لك شيخ خالد ولمستمعين الكرام صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا لكم